صباح الخير او مساء الخير عليكم ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة. تمام برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكو كل جديد. اه القناة تكبر بيكم وليكم. وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. اه هنقول النهاردة الكراءة العكسية لموريد برج الجدي. انا شايفة طاقتك هنا اه انا شايفاك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طاقتك وفوق احتمالك اه تعبين. يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل. يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها. انت في الوقت الحالي حس انها تقلت عليك جدا. اه كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بنتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. قاعد نستني. اللي انت عملته ده اه نفقته هتكون ايه? اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي قاصل على عمل. يعني مش عرج انا بكلم هنا المتزوجين يعني. اه خايف كده وقلقني الحاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقت ان ايهن? عاملة جزئين? اه جزء هنا بتاعك وجزء الناحية دي للطرف التاني. اه شايفوا علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الطرفين. اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة فيها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها. اه مش كوية ضغرين قبل. اه فيها كمان غموض. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني. او في حاجة مش فهمها او مش عارفها عنه. او في حاجة عايز يتأكد منها. اه انت ممكن تكون يا برج الجاذي انا شايفك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس المشايفة بعد زعل. انا شايفك اه عايز تفكر مع نفسك. عايز يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجاذ. عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس ماشي وانت زعلان يعني. اه شايفة كمان هنا الفواصل في في الافكار او في يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية. منكم انتو الطرفين شايفة في عنف. شايفة في عتاب ومشاكدات كتير جدا. اه شايفة في اختلاف كمان. انتو ممكن تكونوا ثمين مختلفين عن بعض. شايفة في اختلاف. اه بعضكو ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون للبعض مش للكل. برج الجاذي بيخبي علاقة بيحاول يدفع عن نفسه آآ فيها لكن شايفك آآ شايفك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفك هتاخد قرار آآ بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأي ليك كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف التين يعني انت في نيتك انك آآ آآ انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزلم خط ده تفكير كلمة لكن انا شايف عتاب تصير بس ممكن يكون بعد العتاب ده في صلح وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم آآ دي علاقة زوجية قديمة عن حب آآ آآ لبعضكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده شايفك في حاجات مش فهمها يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت طرفي التاني بقى الزوج او الزوجة آآ يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية آآ عنده فعلا شوية همود آآ فيه بخفز بس الطرف ده تعبان يعني الطرف ده تعبان متضايق آآ ممكن للبعض آآ الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة آآ في وضع انتوا فيه الوضع ده سجل متعلق لفترة آآ او هو بنسبة للطرف التاني هو سجل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايفك كده دي نظرة الطرف التاني بالنسبة آآ في حب آآ في حب علاقة روحية في علاقة روحية لكن في حزن في حزن في جمود في وضع متعلق في خسارة آآ في غمود كمان آآ في حد قلبه مقصور ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور مع انك يكون حاسس ان انت خدعته آآ ممكن تكون القراءة عكسية آآ لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة يعني عايز يحسم المسألة دي انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين في مسألة في علاقتكم هو محتاج ان هو يحسمها ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر آآ محتاج يفكر بحكمة آآ أو محتاجك انت تفكر آآ يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة محتاجك تشوفها بشكل تاني آآ هو شايفك تمان حد كويس يعني هو بيشوفك حد كويس بيشوفك حد ماجح بيشوفك حد ليه مستقبل بيشوفك حد عملي او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها عندك طموح عندك يعني قدرات خاصة بان استحقق اللي انت عايزه آآ كمان بزيط لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة بيشوفك مستقلة بزيتك يعني شايف عندك حاجات كتير مميزة كتير حلوة وفي حب كمان لكن في واجع كتير جدا في العلاقة دي في واجع كتير فيها النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين آآ يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك اتكلم مع طرفك تاني قول اللي في قلبك قول اللي انت بتحس دي برج طول الوقت تفضل آآ مخبي او كاتم او مش عايز آآ او مش عايز تبين لأ اظهر مشاعرك اتكلم آآ آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفكر ان انت كده حد اهوج او انت بترني نفسك لأ كل حاجة ممكن تسترد فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بك آآ ممكن كمان البعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد او ممكن تسأل حد او آآ انت في حاجة مش بتظهرها ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزء آآ الكروت هنا تنسحك انك تظهر عواطس هنا برضو يعني آآ شايفك مقدم كسك بس فاضي يعني ما فوش اي حاجة لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي بيينها كمان هنا انت قاتل على نفسك وقاتل كده على كل حاجة جوا حدنك مش نبين اي حاجة لأ اظهر كل حاجة آآ الطاقات اللي موجودة معي في القراءة موجود معيك الطاقة الترابية موجود معيك الطاقة المائية آآ موجود معيك الطاقة الهوائية واميرية مش كتير قويان آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء شايفة حمل آآ شايفة آآ شايفة آآ ايه تاني آآ شايفة سرطان شايفة جوزاء شايفة قوس آآ شايفة اسد دي فقط ودي الابراج اللي موجودة معي او في جوزاء اهو هنا تاني في اسد هي دي الابراج اللي موجودة معي يا برج الجدي في القراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ ثلاث مراحل ماضي حاضر المستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع آآ الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين هقول لك تاقطك الاول في الفترة دي انا شايفة طاقة الانفصال طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه نستني رجوع علاقة من الماضي آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده آآ الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجدي آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت والقراءة دي تتقل موجودة قدامي يعني ممكن يكون ده عند البعض ومشارط الطرف الثالث يكون آآ حب يعني او شخص تالي يعني ممكن يكون اي اطراف آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص الثاني آآ فيه اختلاف وفيه بعض ممكن بعضكم فيه بعض في المسافة لكن انا شايفة فيه في العلاقة دي في الانتصال ده طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي القراءة فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايتكم تعبان بتعيني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او تعبك ده بسبب ان الطرف الثاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية وممكن ما تكونش كانت زواج لكن فيه عندي هنا كتير زواج آآ في الوقت الحاضر بنسبلك انت لسه بتفكر في ماضي لسه بعضكم آآ ممكن يكون فيه انفصال لكن ما فيش آآ صلاة آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه يعني بتقول انه ممكن آآ يعني يعني عندك الزوارلد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفك في الاول في وقتنا ده انت متكتف انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادر تقدم خطوة ولا تأخر ولا تترف ولا تعمل حاجة انت في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة كمان شايفك بتدفع عن نفسك ممكن تكون بتدفع عن حياتك ممكن تكون لسه انت مصمم ان العلاقة ما انتهتش آآ مصمم انك ترجع الطرف الثاني ليك آآ في هنا برضو طرف تالت نفسك موضوع آآ في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر آآ دي يعني هدم علاقة لذا صور دي هدم علاقة يعني علاقة خلاص هي انتهت آآ كمان عند بعضكم هي انتهت باكلوب مش حلو يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجافي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويسة هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس ده بالنسبة للمنفصلين والمطلقين آآ يعني بعضكم الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش احساب اي حاجة كل المسيطر عليه آآ شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي شايفك آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما انا شايفك مكتئب منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندكم خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة آآ شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لاني دي كراءة الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك او تكون بتدافع عن نفسك تكون آآ مستهم بحاجة او حد بي آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك آآ آآ قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعدكم آآ ديله رجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالزات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوك 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 كتير آآ ورفض للطرس الاخر او رفض الثرس الاخر ديك يا برج الجزء المستقبل بتاعك عنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة جترابية كل الطاقات موجودة كل الطاقات موجودة معيك في القراءة برج الجزء آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزان آآ شايفة العقرب شايفة الحمل الصور الجزء الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء آآ لو شفت حاجة تانية هقول لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حاليا قدامي والجوزاء والقوس دول حاليا لكن كل الطاقات موجودة آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب جيالك علاقة حب آآ آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية يعني مش مش مدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بالنسبة لك هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرافين لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني شايفك عندك وموت شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك او اللي هيكون معاك في العلاقة لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني اله القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله آآ يعني شايفك سيبت سيبت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد يعني بتتصرف بعفوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الموضوع. ممكن يكون كمان الاقتر اللي هما حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها فليس قدمتها واخترت فيها يعني. بعضكم عنده اخبار حلوة كمان فيها هتجي لك اخبار حلوة هتجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية. آآ فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا لان انت تنفذها. برج الجاب يفي عندك امنية نفة تتحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عندها اخبار في الفترة برج الجابان